السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يتعلق بدراسة المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي لطلاب البكالوريا الأدبي طبعا سوف نقوم بتطبيق على قصيدة بدر الشاكل السياب وسوف نتعرف على قراءة النص وفق المنهج الاجتماعي التي تتطلب منا دراسة ما يلي أولا دراسة معاني النص وتحديد الظاهرة الاجتماعية وتحديد علاقة الأدبي بالمجتمع ثانيا سوف نقوم بدراسة المحتوى الواقعي الجديد في النص وتتضمن أولا دراسة مدى تجسيد النص للبنية الفكرية والاجتماعية ثانيا إظهار وظيفة الأدب الاجتماعية وإبراز مواقف الأديب من قضايا مجتمعه إبراز مواقف الأديب من الواقع وما أضافه إلى نصه من عناصر جديدة ثم سوف نعرج على الوسائل الفنية المجسدة للمحتوى من وحدات الشكل والمضمون والتعبير عن الأفكار من خلال الرمز الشفاف والمثل القريب والصورة المعبرة ثالثا من خلال اطلاعك على مصادر التعلم المختلفة والمنهج الاجتماعي أجب عن الأسئلة التالية أولا عرف المنهج الاجتماعي في النقط ثانيا ما هي خصائص المنهج الاجتماعي في قصيدة انشودة المطر لبدر شاكر السياب القصيدة من الواقعية الجديدة ونمط القصيدة هو سردي ووصفي ما علاقة الشاعر بالنص الشاعر بدر شاكر السياب أحد الرواد المبدعين في الشعر العربي الحديث ولد في جايكور في البصرة أعاش طفولة سعيدة جسدها شعرا إلا أنه لظروف القهر اضطر لمغادرة وطنه عانى مرارات العيش وقسوة الغربة والنص فيه تنديد بممارسات المستغلين وجشاعهم ففي المدينة الغربة والضياع والاستغلال وتصوير لمعاناة الجماهير وتبشير ببزوغ فجر جديد والمطر رمز للثورة وأنشودة المطر هي قافلة الأحرار المتطلعين للحرية سوف نقرأ على مسامعكم أبيئة من هذه القصيدة عيناك غابتان خيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك حين تبسمان تورق النجوم وفي العراق جوع وينثر الغلال فيه موسم الحصاد لتشبع الغربان والجراد في كل قطرة حمراء أو زهراء من أجنة الزهر فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد يستهل الشاعر النص بمخاطبة أنثى مجهولة الهوية هي الأم أو الحبيبة أو العراق أو الثلاثة معا وإذا ابتسمت أورقة النجوم واخدودر الزرع في المقطع الثاني تظهر المأساة فالمطر الذي هو رمز للخير ويروي ويشبع لكنه الآن أصبح مصدر جوع للكادحين ويشبع الغربان والجراد وفي المقطع الثالث استمرار دفقات الأمطار لتطهر الأرض من كل أشكال القهر والجوع والاستغلال دراسة الظاهرة الاجتماعية النص يكشف عن الاستغلال والصراع بين الكادحين والمستغلين فالأديب يتوجه إلى الجماهير ويكون خطابه مفهوما كما حافظ على رقي المستوى الفني ثانيا المحتوى الجديد استطاع الشاعر أن يجسد وعي الطبقة الفقيرة للظلم والقهر من المستغلين وما يمكن أن يكون مستقبلها الذي تصنعه أيديها فالعلاقة بين الأديب ومجتمعه تبادلية إذ أخذ مادته من الواقع ثم أعاد بناءها من جديد في رؤية فنية لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنسانية فالكادحون مصممون على تغيير الواقع إلى حياة كريمة مشرقة لا استغلال فيها ولا ظلم ثالثا الوسائل الفنية للمحتوى الجديد حقق الشاعر الرؤية الفنية بوسائل جديدة فحرس على وحدة الشكل والمضمون واستخدم الرمز شفاف فالمطر رمز للثورة والغيربان والجراد رمز للمستغلين والصور المعبرة بقوله المجذاف يرقص والكروم طورق واعتمد على الجزئيات في قوله في كل قطرة حمراء من أجنة الزهر والتجارب الزاتية والحوادث اليومية وخلاصة القول فإن عملية الإبداع الفني في المستوى الواقعي الجديد هي عملية تبادلية بين الأديب ومجتمعه تدريب قال الشاعر الزكي قنص مخاطبا للبناء يبني القصور وقوخه خريب ساءت حياة كلها تعب دام الفؤاد يمضه ألم ذاوي الجفوني يعضه سغب ما أنت أول كادح عثرت آماله وكبابه الدأب السؤال الأول ادرس معاني النص ثم حدد الظاهرة الاجتماعية ثانيا حدد الظاهرة الاجتماعية في النص ثم درس الدلالة الاجتماعية لصورة تختارها من النص السؤال الثالث شكل من ألفاظ النص معجما لغويا بمعاناة البناء ثم درس الدلالة النفسية لصورة تختارها من النص الجواب ابتدأ الشاعر قصيدته بالمفارقة بين إنجاز العامل ومرارات حياته أما في البيت الثاني أوضح قساوة عماله رغم معاناته أما البيت الثالث أوضح فيه كثرة خيبات الأمل في حياة الإنسان وقد أظهر تلك المعاني المعاناة من الغربة والضياع فيها وقامت المعاني بشرح العلاقة الوطيدة بين الأدب والمجتمع وأصبحت مركزا يتكهئ عليه الأديب ويجعله القوة لإبداعاته أما جواب السؤال الثاني الدلالة الاجتماعية للصور البيانية بقوله يمضه ألم قام الأديب بالتعبير عن المحتوى الجديد للأدب العربي بوسائل فنية متعددة فاهتم بمضمونه محافظا على شكله الفني باعتماده على صورة بيانية باستخدامه الاستعارة المكنية يمضه ألم فعبرت عن أغرض الشاعر بإيحائها الدقيق المعجم اللغوي للمعاناة بقوله يمضه وألم ساءت تعب ذاوي يعضه سغب كادح عثرت الآن قد انتهينا من دراستنا لهذا النص لا تنسوا الاشتراك في القناة وسوف نوافقكم بدراستي المنهج النفسي لطلاب البكالوريا الأدب ترجمة نانسي قنقر